كافان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة مريض ولا مكنش المريض اللي كيجي عندو كيكون أخ المريض أب المريض أو ابن المريض أو أم المريض إلى آخره يعني بالدرجة دينا تنجوية النسخة كتعاني كتسخسخ في اللي كتعاني باش تجبرت دواء ديالي الفارماسيات دي الحراسة قلالين بزف بالنسبة من الساكنة الطنجة والكبر ديال الطنجة الطنجة رجعت مدينة كبيرة متوسعة بزف الساكنة كتفوت لمليون ناس همار ساعة العمل والحراسة ما كتتمشاشي مع الحاجيات المواطن وبالتالي المواطن كيعاني المرارة باش يجبرت دواء دياله خصوصا في الليل خصوصا في الليل حاليا عندهم سبعات الفارماسيات اللي في الليل غير كافية أحيانا الناس كتلقى صعوبة باش تجبر الفارماسية كتكون بعيدة كيخاف عندي كيمشين شي حوما ما كيعرفاشي أحيانا بعض المناطق حال طنجة البالية مثلا كتقوز أيامات وأسابيع وما كتجيش فيها الحراسة كيضطر اللي كيسكون في طنجة البالية كيمشي حتن طنجة وكيدرب كيلومترات ويفتش على صيدليات الحراسة اسكا صيادلة عندنا مسؤولية أمام المواطن نسهلوا عليه الولوج إلى الدواء ونشوفوه جميع فئات المواطن راه ماشي المواطنين كلهم عندهم السيارة ماشي المواطنين كلهم عندهم الأهواتف الدكية اللي غادي يعمل الجي بي اس وغايتعرف على الفارماسيات ديال الحراسة ويمكن هذا نيت اللي عنده الهاتف الدكي يمكن الشر تقضط له يمكن الكونيكسيون السلد تقضى له يعني كين حالة لأنك يكون في حالة صعبة جدا حينكي شكون هذا اللي غادي يبغي يخرج في الليل يفتش على الدواء اللي في حالة الطرارية وكين فئة أخرى النص ضعيفة ما عنداش الإمكانيات شي حالة صعبة مثلا وولده صغير طلعت له السخانة كيحتاج نضول يبران كيعمل عشرة درام ما عندوش يمسكين عشرة درام خصوا يخرج يفتش على التاكسي التاكسي قلالين في الليل التاكسي في الليل التامن ديالو زايد كيبقى يفتش على الفارماسيات الحراسة أحيانا ما كيوجدهاش لأن تاكسي حين كيجي يقرأ دك الورقات الحراسات خسنتكلموا على الأوراق الحراسة رأى خصوم إعادة النظر فيهم رأى الناس مكتفهمش وشد البارح وولد اليومة فهم شي مشكلة الناس مكتعرفش يتقرأ دك الحراسة كي تتقرأ بصعوبة شنو كيعملو الناس كيبقوا يفت شوي سقسي وتاكي وصل الفارماسياد أنا عندي 25 سنة ومارس مينة الصيدلة في مدينة طنجة دائما كنت كنهضر مع الإخوان ديري الصياد لو كننبهم على هذه النقطة هذه أن لا ساعة العمل ولا نظام الحراسة ما ماشي شي مع طنجة الناس كي يعاني والله يجزيكم بخير خصكم يعني ساعة العمل تماشى مع مع حاجية المواطن يعني طنجة خصوصان في الصيف كي شدوا في ثمانية وثمانية الناس عادة تخرج ربها مع عادة تحتاجها فهمتي أنا سنوات وأنا كان نصحهم وكان قلهم يبدلوا نظام الحراسة وساعة العمال بحيث كل حوما يكون فيها جوش ثلاثة شنو فيها كي تبارك الله ربعمية فارماسية فطنجة ربعمية فارماسية فطنجة وكي الناس اللي خصا تخدم ولكن يتمارس عليهم ضغوطات أنا فين طرت رجعت تائر على هاد النظام في جوية 2020 القمة دي الموجة الأولى من الجائحة كورونا القمة القمة فعيد كبير عيد الأضحى كانت واحد حركة كبيرة دي المواطنين الواباء طلع قرن العامة سيدي عيد كبير الصيدريات مشدودين يوم العيد ثاني عيد الصيدريات مشدودين اليوم الثالث جاعد العرش الماجيد نهار ثلاثين جوية الله ينصر سيدنا واليوم الرابع كان يوم الأحد الصيدريات لا تشتغل شي فإذا عندنا الخميس الجمعة سبت الحد فالصيدلية اللي ما فيها شي الحراسة غاتمشي في حالة نهار الأربع في الليل في تمانية غاتشد وخصد علق هاد الحراسة كلهم تصور انت أخي العزيز إخواني الأعزاء النهار عيد كبير كينا واحد الليستة في النهار بوحدة في الليل كينا الليستة أخر اللغة دا تاني عيد كينا مجموعة أخرى ديال الصياد اللي فيهم الحراسة الليل كانوا سبعة ذاك الوقت كانوا سبعة وفي الليل خمسة خمسة يخر النهار تاني عيد عيد العرش الليستة يخر مجموعة أخرى في النهار مجموعة أخرى في الليل نهار الحد كذلك الليستة في الصباح الليستة في الليل خلال الله دا تضيع عينك دا تنخسك واحد النهار تجد تشوف الحراسة كيفاش غا تعرف احنا وخقرين أنا ندوغ معادي كيفاش غا دينعرف فين هي الفرماسيات الحراسة بالإضافة الاكتضاد الرهيب طوابير من الناس كانوا كيعملوا الصف باش ياخدوا الدوا ديالهم كان بعض الأحيان كانتوصلن ساعتين ومن قوة صدقت على سيدرية الحراسة الدوا تقادها الدوا مقاشي خصت الفرماسيات يحلوا هاته باش نقدروا نلبيو الطلبات ديال فمباشرة مورا هاد الحادث هذا أنا طورت مشيت عند النقابة قدمت له مستقالة ديالي كان قول فيها سبب استقالة هو هاد ساعة العامل ونظام الحراسة لا يتمشى مع مدينة طنجر وفي ذك الساعة جوني أخبار لأن من نقابة جوني أخبار أن السيد الولي كان نهضر معهم وقالهم يعني أعياد في الصيف ما خصى شي تبقى حوله إلى آخر ونجي لكم صيف الفارق ليداز السيد الولي صدر واحد القرار استثنائي قرار استثنائي بصراحة كي كي يقول السيادلة يحلوا نهار السبت في العشية باش يخفوا الضغط على سيدات الحراسة في الليل أنك يكون طوابير رهيبة وفعلا السيادلة حلوا السبت كان الحل اختياري وفي نفس الوقت كان لائحة الحراسة موجودة ومرت قازة ممتازة اللي ما قدرش كيمشي بحاله ولكن مجموعة السيادلة بغاوي يبقوا بغاوي يضحيهم مع المواطنين بغاوي يبقوا وما أكثرهم ولكن بسبب الضغطة لا يجعلهم شي بسبب الضغطة طبعا ديال إخوان تصادر الآخرين أما السلطات مع تسهيل المواطنين إلى الوجود إلى الدواء كيف هو صراع صراع ما بين يعني العائدة المالية للصيدري خلال الحراسة وتسهيل الولوج الدواء المواطن لأن الصيدري كيقول لك نسمع الأخبار أنا ما عندي شي هالفكرة كيقول بأن إلا عملنا بالزبض الصيدري الحراسة أنا غم قندر بتمار ما كين شي عائد مالية وهذا السبب هو اللي يخلي يعملوا شوية الفرماسيات ويكون اكتضاء وهذا شي بش مصلحة المواطن أنا عندي فكرة أخرى أنا هاد المواطن هاد المواطن اللي معاه كين عيش هاد المواطن اللي كيتيق في المنتج ديالي كيتيق في الصيدري كيتيق في الدواء وكيتيق في النصيحات الصيدري ما فيها باس وحن نوبا في شهر في شهر نضحي معاه ونبقى 24 ساعة ونعم سيدي وخن دخل غار نخلص الدول ما والخدام اللي غير عونوني وبسهولة وخي يحلو تاربعين ثلاثين وخمثين صيدري رأى تبيع آلف درام آلف درام مرأى ماشي ماشي الحمد لله الدولة عطيانا قانونيا اللي كتحسبنا في الضريبة تليل وثلاثين في المياه الحمد لله الدولة يعني عطيانا واحد لامارج واحد مريح الحمد لله الواجب ديري كصيدري أنا اخترت مهناة الصيدلة اخترت ضروري وبالزز مني ضروري نوجد الدولة إلى 24 ساعات من المواطن ما تقول ليش أنا ما عنديش الحق نستقلم الحراسة حراسة ضرورية وإجبارية احنا ما كنلعبوش هذا الدولة مادة حيوية مادة أساسية دبا وما كيرتكزو على واحد القارر عاملي في 2000 وشوش كيهضر على ساعة العمل ولكن وما كينسوا بأن القانون ديال الصيدلة ديال مدونة الأدوية والصيدلة خرج في 2006 وكيشيل هاد القضية ديال ساعة العمل فبالتالي بعد 2006 ما خرج أي قارر عاملي ومن غير هاد شي المساطر اللي كتتابع أنا إلا شفتي واحد صيدة لي مثلا سربا الناس اعتاق الناس أنا كنسميها ماشي في ساعة ماشي الساعة ديال وبيلي أنا أصلا أنا ماشي في النقابة أنا أقدم تستيقالة ديال كتعمل شي كيال باجلي الجيهوي اللي صيدة لتشمل للمقار ديال وفربط واللي الإنخراط فيه إجباري أما النقابة الإنخراط فيه اختياري وساعة العامل ونظام الحراسة أنا نجعل مادة 111 من القانون ديال الفين سليكي نتضم القانون ديال مدونة السيدة والأدوية ليس من اختصاص النقابة تنظيم ساعة العامل إنما من اختصاص المجلي الجيهوي لصريات الشامل